السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد وعاشرهن بالمعروف حسن العشرة من أخلاق الإسلام الأصيلة لأن الله عز وجل أمر به في كتابه وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم قلقا وأحسنهم أحسنهم لنسائه أيها الزوج العاقل الحصيف الأريب المؤدب المهذب أيها الحليم الصبور تعلم كيف تتعامل مع زوجتك من رسول الله الأسوة والقدوة لنا لا شك أن الإنسان يعتريه في حياته ساعات غضب وساعات عصبية وربما يتعرض لضغوط نفسية والمرأة من أكثر الناس تعرضا لهذه الأزمات لما يعتريها من أحوال أحوال حيض وحمل ونفاس وتربية أولاد ومشاكل في البيوت من عناء في المعيشة من تعب مع الأولاد فربما تتبرم المرأة وربما تغضب وينعكس هذا الغضب إلى سلوك لسبب أو بغير سبب أو لسبب أن تتراه بسيط ويظهر هذا الغضب أو هذه الثورة في صورة من الصور إما في كلام لا يعجبك أو في تصرف وسلوك لا يعجبك هنا يكون الامتحان هنا يكون حسن الخلق هنا تظهر حسن العشرة لأن الناس ليسوا سواء والنساء مختلفات متباينات وكذلك الرجال ولم يكمل من النساء إلا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حالات الغضب عند المرأة حتى أن إحداهن كانت تغضب على رسول الله وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل طيب والنبي تصرف إزاي تعلم أيها الرجل المؤدب أيها المسلم المهذب وأنت بنتاه أختاه زوجتاه تعلمي من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف رواه الإمام البخاري في صحيحة من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال كنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا الكلمة في قريش للرجل طبيعة بيئة تربية أصول عامة عرف سادة بين الناس حتى أتينا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم مجتمع المدينة بخلاف مجتمع مكة مجتمع الريف بخلاف مجتمع المدينة مجتمع مدينة راقية بخلاف مجتمع مدينة بدائية بيئة بلد بخلاف بلد طباع مختلفة فتعلم كيف تتعامل قال فأتينا المدينة وكانت نساؤهم تغلب رجالهم فصارت نساؤنا يتعلمن من نساء أهل المدينة وطبيعة النساء لما يقعدنا مع باب كل واحدة تحكي بطولتها وأمجدها وإزاي بتتصرف مع زوجها أنا ده نمشيه زي ما أنا عايزة أنا ده خاتم فصباعي إما الإيه هو أنا سهلة الأخرى تحب أن تفعل مثلها مع رجل يختلف عن زوجة الأولى علشان كده بقول أي خلاف بين زوج وزوجة لما الزوجة تقول له شوف زوجة فلان أبسط حاجة أقول له وهو فلان مثلي أو هو لو قال لها شوفي زوجة فلان بتعمل إيه؟ تقول له هل أنت مثل فلان؟ سهلة جدا هم ناس وإحنا ناس لهم طباع ولنا طباع فصارت نساء المهاجرين تتعلم من نساء الأنصار قال عمر أمير المؤمنين وكنت أسكن في العالية عوالي المدينة فراجعت مرأتي مرة وغاضبتها في أمر فغاضبتني أول مرة تحصل بتحصل في البيوت عندنا هي تعودت أن تقول حاضر طيب بارك الله فيك الزوج بيزود بيبالغ بيستغل لهذا الطبعة تبدأ الزوجة من حالة من حالات الضيق والعصبية لا بقى مش كل مرة مش دايما هاعد أقول لك إيه ده الدنيا تقلبت أنت أول مرة تقولي كده أنت أول مرة ترد علي بهذه الطريقة لا في حاجة وياخد موقف موقف ربما فيه هدم البيت لا يا حبيبي اهدى انتظر تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فغضب عمر وقال لها أتراجعينني ما حصلتش انت اللي تراجعيني من هي زوجة أمير المؤمنين عمر زينب بنت مضعون أو ربما أنها عتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل لكن الشاهد أن هذه القصة في زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون أم السيدة حفصة أم السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أم عبد الله بن عمر ردت عليه فقال أتراجعينني لا والله قالت وما فيها أن أراجعك فإن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنا وإن إحداهن تهجره اليوم إلى الليل شو أنت مش أحسن من النبي بعض الناس هي أيضا تعودت من زوجها أنه ما يدخلش في موضوع معين اختيار الأكل اختيار اللبس نظافة الشقة وضع الأنتري هنا أو قط النوم هنا فبدأ يكلم هي ما لكم الكلام ده ما تكلمش في هذا الباب ليه يست ليه ما تكلمش وهو كمان تيجي هي تعترض على أمره يقول لها هيك تعترض ليه ما تعترضش ليه لماذا لا تعترض لماذا لا تبدي رأيها لماذا لا تستمع إليها لماذا لا تحسن التصرف معها تعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فغضب عمر وذهب إلى بيت حفصة أم المؤمنين هو مش بيكذب زشته لكن بيتعجب كيف تراجع زوجته رسول الله كيف تهجره من اليوم إلى الليل حد يعمل كذب مع النبي فذهب إلى بيت من إلى ابنته حفصة وقال لها يا بني أتراجعين رسول الله قالت نعم قال وتهجره إحدى كن اليوم إلى الليل قالت نعم نفعل قال يا بني خابت وخسرت من فعلت ذلك من كن أو ما تخشى إحدى كن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك يا بنت اوع تعملي كده مع النبي يا بنيتي يا حفصة لا تسألين رسول الله شيئا وسليني ما شئتي فإني أخشى عليه الشاهد من الكلام إن سيدنا عمر ذهب إلى النبي يحكي له ويقول له يا رسول الله فعلت كذا مع زوجتي وأتيت إلى حفصة فقلت لها أتراجعين رسول الله أتراجعين رسول الله قالت نعم وتهجره إحدى كن قالت نعم فقلت لها لا تفعلي لأن الله ربما يغضب لغضب رسوله فتهلك إحدى كن ماذا فعل النبي قال له مين ده واحدة منهم تهجرني أنا واحدة منهم تغضب علي أنا واحدة منهم تتكلم لا 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 ده أنا مسيطر ده أنا متحك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم درس في الحلم والصبر وحسن المعاملة بارك الله لكم في أزواجكم وأولادكم ونفعني وإياكم بما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته